انتكى سائق مبتدئ ماذا يجعل السيارة تسكت لك عند الانطلاق في هذه الفقرة سنتحدث عن 4 تصرفات التي تجعل السيارة تسكت للسائق المبتدئ قبل أن نريد أن نرحب المشاركين جديد معنا في القناة كل واحد اسميته وكذلك نشكر جميع المتابعين الأوفياء الذين يقدمون دعم سواء بالبرتاج أو جام أو بميزة شكرا جديدة لدارها اليوتيوب من أجل دعم صناع المحتوى أو تعليقات المحفزة التي تجعلنا دائما نقدم لكم الجديد السلام عليكم تحياتي لكم جميعا متابعين الأوفياء أولا ستكتعرف بأن الأسكتات لك الطموبي الرمز لا عادية جدا وكتوقع الأغلبية للمتادئين وحتى المحترفين توقع عليهم في حالات نادرة جدا على ما هي مسألة عادية لأنه لكي تسكت لك الطموبيل لا تشكل خطورة على مستعملة الطريق الآخرين وإنما يجب أن تسكت لك الكثير من المرات لأن في هذه الحالات تسبب عرق على حركة السعر لكي تسكت لك في المتحان رخصة السياقة لا يسقط عليها إلى تسكتها غير مرة واحدة وإنما يسقطك إلى تسكتها ثلاثة المرات لأن ذلك يسبب العرق علىها أو مثلا إلا سكت لك ودي ماريتي وهي أمبريز يعني دايزل فيتاس ودي ماريتي بعدما تورك على الفران والأمبرياج أو بعدما تدير بواموخ الخطأ الأول الذي يجعل المحرك يتوقف عند الإنطلاق هو قملكة تدير المستوى الأول يجعل تهزل الأمبرياج عند نقطة الوصل والذي لم أعرف ما هي نقطة الوصل سأخبركم الدرس الذي كنت شرحت فيه نقطة الوصل بالتفصيل في الوصف أسفل هذا الفيديو أو في الدائرة البيضاء دائما الفيديوهات المقترحة إلا فتنا نقطة الوصل في هذه الحالة ستكت لنا الطموبيل لماذا؟ لأن في هذه الحالة العجلات يكونوا متوقفين والمطور خدام لأنه نزل الأمبرياج عن النقطة الوصل تنتقل الحركة تدريجياً من المحرك إلى العجلات حتى أتوقف الحركة تدريجياً وهي في نقطة الوصل حتى تنتقل الفيديوية على مرتبط ثم بعد نتقل الخطيرة إلينا كل ذلك تسكت إلى مرتبط بالذية العجلات توقفين الآن يقوموا وقفوا معهم المحرك النقطة الثانية وهو من يتعلق بالمساوى الثانية أو الثالث من السرعة مثلا كنكون أنا جاي بالمستوى الثاني أو لا جاي بالمستوى الثالث وكنوقف عند إشارة قيف أو الإشارة الضوئية وكنس لا نبدل لمستوى الأول مجرد أنني نطلق كستكوتليا علاش لأن الروايد واقفين ولمستوى الثاني يجبك يضروا 21 كيلومتر في الساعة تقريبا إذن مجرد أنني نوقف كي يجبني أن نرجع المستوى الأول سواء كنت في المستوى الثالث أو كنت في المستوى الثاني مسألة أخرى التي تجعل الطعام بلد سكوتليا هو من الذي نكون غادي سيك بأي مستوى سواء الأول أو الثاني أو الثالث وخرج لي شيء خطر مفاجئ أو لا أريد أن توقف إذا قد تغير الفران بوحده كتسكوتليا، لماذا؟ لأنني من الذي نقوم بالفرمالة نفران الرويد والرويد الساعة باقي مبرونشين مع الموطور لماذا نفران الرويد أوتوماتيك مو كيف تفران المحرك؟ كيف نقوم بالفران؟ نفرق العجلات على المحرك لنفران الرويد ويبقى المحرك خدام والتصرف الأخير الذي يجعل السيارات يوقف لك هو من الذي نقوم بأي مستوى سرعة تروازيام سرعة 40 أو أكثر وخفضت من السرعة كثيرا، قدرت الفران ومبرياج وهبطت السرعة أقل من 20 كيلو متر في الساعة أو أقل من 10 كيلو متر في الساعة وخليتها تروازيام، طموبيلا ما وقفتش وإنما قبطت السرعة بزاف إذن هناك يقول لي مستوى السرعة غير مناسب لهذه السرعة اللي أنا غادي بها فهذه الحالة كتسكت لي الطموبيل وهذا الشي ينطابق على جميع المستويات وهذه المسألة ديالة تغيير مستويات السرعة كنت تكلمت عليها في واحد الفيديو السابق قد نخليه لكم في الوصف وكذلك في دائرة البيضاء ضمن الفيديوهات المقترحة ونكتفي بهذا القدر فخير الكلامي ما قل ودل